ليست هذه الصورة في بلد فقير وإنما في بلد غني يسبح فوق بحيرة من النفط جعلته ضمن الدول الخمس الأولى في إنتاجه والاحتياطيات المؤكدة منه الصورة من منطقة أبو من يصير في قبائي أبغرام في غربي العاصمة بغداد حيث تتفاقم معاناة الناس من عدم وجود المياه ولا سيما الصالحة للشرب يعني لا مياه أنا حليت من الشغل هالسيل جاء غير جاء السيل مي ما عدنا كهرباء ماكو لا صحة الشارع هنا تعبان بلدية ماكو العالم من هذا الشي يعني بتاتا يعني ما عدنا هذا الشي يعني اليوم عندما تروح منها للبيت الراحة النفسية ما لتغير تكون جيدة لا كمي لا كهرباء لا صحة لا بلدية لا تبليط ولا تتوقف المعاناة عند أزمة المياه فمنطقة أبو من يصير تبدو وكأنها سقطت من حسابات المسؤولين في الحكومات المتعاقبة فلا كهرباء معظم ساعات اليوم في حين يعتمد السكان على المولدات الكهربائية الأهلية ولا تمهيد أو رصفا للطرق داخل المنطقة المنسية من حسابات الحكومة يعني الماء 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 أهم شي يعني أهم الكهرباء أهم من كل شي يعني الكهرباء مي خالف موجودة مولدات واي يقول مي خالف كهرباء بس الماء يعني واحد يفتح مبردة هوا بارد يجي جهال عند أطفال صغار معاناة لا تنتهي في مقابل فساد حكومي متغلغل في مفاصل الدولة كلها وأحزاب سياسية منشغلة بسبل حسم صراعاتها على السلطة لنهب مزيد من أموال البلاد ومصادرة حق العراقيين في الحلم بمستقبل أفضل